موسيقى تتابعون موجزا لأهم الأباء من الجزائر الدولية أهلا بكم وفي المستهلس تشهد فجر الاتين سبعة فلسطينيين ضمنهم ثلاثة في قصف جوي فيما أصيب العشرات جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على مدينة جينين ومخيمها وأفادت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال بدأت عدوانها بقصف منزل وسط مخيم المدينة ما أسفر عن استشهاد الشعب سميح فراس أبو الوفا وإصابة أخرين بجروح مختلفة كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه وعقب عملية القصف اقتحمت قوة من الاحتلال تقدر بمائة وخمسين آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة مدينة جينين من عدة محاور وحاصرت مخيم جينين وقطعت الطرق الرابطة بين المدينة والمخيم واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليها هذا وحذرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة من التصعيد الصيوني في جينين متوعدة بالرد في كل الساحات وأعلن بيان للغرفة المشتركة أنها في حالة عقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جينين وأن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول في جينين أو الاستفراد بأهلها وحث البيان على تفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جينين داعيا المقاومين في كل الساحات إلى الاستعداد للرد على العدوان إذا ما قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه من جهتها وصفت الرئاسة الفلسطينية لعملية العسكرية لجيش الاحتلال الصيوني بجريمة حرب جديدة وأكد الناتق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينا في بيان نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني وطلب أبو ردينا المجتمع الدولي بالخروج عما سماه صمته المخجل وبالتحرك الجدي لإجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته على كل جرائمه هذا وأعلنت إذن وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين استشهادة شاب آخر برصاصي الاحتلال عند مدخل مدينة البيرا الشمالي وسط الضفة الغربية وأفادت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن الشهيد أصب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال خلال مسيرة للتنديد بالعدوان الصيوني على جنين ومخيمها وأرتقى خلال الساعات العشر الماضية سبعة شهداء برصاص الاحتلال الصيوني ما يرفع الحصيلة منذ بداية العام الجاري إلى مائة وسبعة وثمانين شهيدة في موضوع آخر تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا حول الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن الرئيس تابون أجرى مكالمة هاتفية الأحد مع الرئيس الإيطالي استعرض خلالها ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها كما تترق إلى العلاقات الثنائية القوية المتجذرة التي تجمع الشعبين وسبل تعزيزها المصدر ذاته أفاد أن الجانبين تناول إمكانية حضور رئيس تابون في لقائين همين بإيطاليا الأول شهر جويليا والثاني في نوفمبر المقبل ختم هذا الموجز الإخباري تابعوا 24 نيوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الإلكتروني في خدمتكم دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة